انا يسرة قصتي ستبدأ في 2017 من بعد ما اخذت الباكة ديالي كان خاصني انا اني نفكر في نمشي باش نقرأ من بعد فكرت نمشي نقرأ في واحد المدينة شوية بعيدة على فينتان سكون كان خاصني يقلب على الكرا مع دوك التفاصيل فشي افراد من عائلتنا ومشينا لعندهم لدارهم وكانت ترحيب من قبلهم زوين بزاف وكانوا ضريفين الله يعمرها دار هاد الناس عندهم واحد ولدهم اللي هو اللي غادي يوقفي معانا باش انا نلقينا الكرا وباش تقدينا في حياتنا مع الدراسة لانا وولد المنطقة انا كنت مع صحاباتي من بعد واحد المدة بيز كنا نهضر معا ولد هاد العائلة اللي نسمي وحنا ياسين هاد ياسين غادي جمعني معاه الهضرة فقط في الفيسبوك واحد المرة عرضت علينا ماما باش انا نتغده مجموعين انا وصحاباتي من طبيعة الحال مشينا تغدينا وكل شي دازم زيان والام ديالو كانت ضريفة بزاف وغير هو عندهم في الضار واحد السيدة اللي ما شيخته ولكن ما ربيه معاه انا طورت عالقتي معاه ولكن مرة نكونه مزياني مع باضياتنا ومرة لا كل واحد في نتيجة طريقه ما كناش مع باضياتنا مية في المية وحتى عالقتي باخته كانت قوية بزاف بمعنى والتي كتت عاملني بحال لا انا بنتها والاختها الصغيرة حياتش كانت كبيرة في العمر ومازال ممزوجاش كانت كتت عاملني بواحد طريقة اللي كان مبالغ فيها والتي كانت تقضي لها الاغارات دولها وكانت كتتشور معاي في اي حاجة وكانت كتتعود لي اي حاجة وحتى مع عائلتي ولت علاقتها قوية ولت عندها علاقة بزاف مع ماما من بعد جات كورونا وغدي نبعده على بعضياتنا حياتش كل واحد فينا غدي يكون في مدينته من بعد بزاف ديال الهضرة والمشاورات قدت لي اخته دوج بيوسرا ياسين اصلا كانت عنده فكرة فراثه ولكن ماشي مقدم يا في المياه غدي اقترح لي الموضوع وانا كنت موافقة لانا كنت تنبغيه من قلبي العلاقة غدي تنتقل للمرحلة واحد اخرى غدي نقرروا ان انا نتوجه غير انا ما زالت انقرأ وهو ما زال ما اخدمش داست المدة والعائلة تعرفوا باللي يسرى الياسين وياسين اليسرى وانا وياه كنا في واحد الحب اللي كان زوين بزاف وليش حلم واحد كانت يقولينا سعداتكم وقال عيني المحطوطين علينا وكل اللي كي يحسبنا سعداتكم عايشين بحلاكة مع بعضياتكم متفاهمين وخاوة مشكك بزاف وغيور بزاف على ابسط حاجة انسان اللي يقدر يغير علي يحتم اللهوة درجة انه زيد فيه بزاف كان خاصني نقول ماشي مشكيل لانه هذا هو المفهوم دي الحب عندي جاءت لوقيتها اللي غادي دي عائلتو باش انو ميرشموني جاو عندنا الدار ورشموني بابا قال ليوم ان شاء الله وعليه بقيت كان دوي انا وياه بطريقة اللي كانت زيدة حدا بحنا مخطوبين وكانت ديمة ديكالخيرة دياله كتدير لنا الصداع والمشاكيل من بعد في واحد رمضان كنت كان در معها هذه صباح وعشي يالله يسمح لينا اخته حسا هي كنت كان دوي معها لكن مبقىش كان عطيها بزافة منطقتي لانه كانت كنت تاخد مني بزافة ديال الجوهد وانا ما عنديش وداب الموضوع ولا جدي حيزا شو تدخلوا العائلات فخاصني ندوي معها وهذا الشي اللي كنت نقول وهذا الشي ما كانش خاصني نديروه وما كانت نصح به حتى شي وحده ولا شي بنت مقبلة على الزواج انها تقول اجي ندير واحد الجوهد مع امو ولا اختو باش حقه والواد الامور ديالي تمشي كما هي لا تديري والو بقي غير نتي كيف مما انتي ما تديري حتى شي مجهود مع شي انسان لانا واذا كان بغاك غد يبغيك بكل ما فيك المهم كيف قلت لكم نرجعو لحكايتنا ولو عائلتنا عارفين وردي البال معنا حنا باش ما نخليوش الانظار علينا درنا بحيلة ما كان هدروش خصوصا من جهة عائلتي انا ما ما بقاش كنعود لاتتفاصيل نهائيا ديالي معاه بقيناتان هدروو كانت حكو غير بيناتنا اختو كانت دوي معي بطريقة لي كانت زيدة صباح وعشية وخاصة تعرف الاخبار ديالي شو كان دير وشو ما كان ديرش المهم بدلنا هو انه يخدم انا نكمل قريتي ونبدو في خطوة ديال الحلال واللي غا تكون شاء الله رسمية حنا من عدتنا ان انا كانت تخصمه لابسط الحويش ولكن الحب لي كان ما بيناتنا كان كبير وزوين وخالص وانا ما تنقولش هادشي حيث هو عندو شي حاجة ولا شي املاك وهو كذلك كنت كان دوي مع ماما عادي جاءت ليل سبعة وعشرين غا توقع ما بين يوم ما بين ياسين واحد صلاع بسبب نفس الموضوع اللي فيه غا تخصمه تخصمة اللي كانت كبيرة انا غا تنصافر انا وماما وحيت الكنيكسون وما بقيش ندخل حتى شي حاجة قلت خليني نرتاح واحد شوية ونشوف شو غا تنذير حياتي غا تنذير واحد العملية اللي كانت صغيرة احنا ماما صونات على ماما فين غبرته اختي بزوجات ما بقيناش نسمع لكم حتى شي اخبار ماما قلت لي هوم اللارة غير جينا سافرنا والبلاصة اللي احنا فيها رمي فيها شر رزق على نيسا ذك شي باش مبقناش اننا دخلنا الواتساب علما انا وماما ما بخبرها والو اشنو قع ما بينوها بين ياسين ذك الساعة مو كانت كتخروض لي واحد الوصفة على نار هادئة رجعت للدار دخلت الواتساب وقلت ربما غا تكون مسول فيها ولا مخلي ليشي مساج ولكن مرقيتو لمسول فيها ولا حتى شي حاجة وصلت الوقت باش نرجع فيها المدينتي باش نكمل قريتي ونضوز الامتحانه ديولي رجعتو من بعد تلاقينا الصدفة في الزنقة شافني وشفتو وورجحنا دوينا صالحنا كيف العادة كان عادي انه غادي يجي واحد الوقت وغادي نرجع مع بضياتنا حيش هذا كان واعد في هذا الوقت بدأ ياسينتي عاود لي شنو كانت يدكال في ذيك المدة ديال الخصام ديالنا لأنا ذاك كانت يتحاب للأم ديالو بلي تخاصمنا فمرة وكانت خطوك تعاود لي كاعدة شي اللي كنت تعاود ليها بوحد الشكل اللي كان مغلوط وكانت كتقول لي علي هادرة اللي كانت مزوينة شو مغلوطة قلت انا غادي مشي لعندهم هاد العشية غادي نسلم عليهم حيث مدة طويلة ما شفتهمش المهم وصلت دخلت سلام لباس بخير غادي تقول لي اخطو بغيت غير نقول لك واحد الهضرة رايسين ما تلاش بغي يكمل معاك واحتموا لي هي مربيها ما بغيت كيش انك تكوني مازال عرصتهم كنقول لي علش كتقولي هادهضرة وعلش ما غاديش هم قولها وراه انا ويهتان هضرو مازال قلت يالله يخطفيكم الحق وانا دخلتوني وسط ما بيناتكم ودرتوني كدابة وبروشة لا اخترا ماشي كدابة ولكن رب الصحنا كنا مخاصمين معاه هو قليا ما تقوليش اللي هم راحنا كان دويو حتى تمشي لعندهم وفعلا ذاك شي اللي كنت درس ماما هبدا تدقول لي انت وليتي كتلعب بينا وبنت الناس وشو كتخرب اخفاد شي كامل مرة كتقولينا باغي مرة كتقولينا لا ما باغيهاش المهم هم بقاوا واخدين موقف حيتاش سافرنا ديك المودة انا وماما وما دويناش معاهم حيجاش تخ وما كانش في خبرهم المهم كانوا تدخلات بزاف من طرف دي العائلتو اما من طرفي انا مخلي امري معاهم ستور وحدهم عارفين بلا انا وغير غادي خدم وغير يجي يكمل الخطوة ان شاء الله المهم بقى نبدو كتصداعات انا مبقاش كنهضر مع اختو وحطتها سطلب لا تقرقيب وما كان ديب ما كان جيب معاها ولا حد تنسول فيها ما ما حد تنسول فيها في العواشر وانا ويا حلقتنا مستمر ورا كانت باغيه هو في هذا الوقت غاد يمشي دو وستاش مدينة واحدة اخرى بعيدة علينا للمدة ديال تلت شهور لي ما كانش فيها التليفون ولا ولو لانا وكان خاص يكون مية في المية حاضر في داكستاج وهنا غادي تقطع الخبار مع باضياتنا انا بقيت كانت سنة حيش اش قال لي اخر غادي نسالي غادي ندير مجهود باش انا نتوجه فانا كنت فرحانة وفي داكستاج ديالو وانا مخلصة ليه ما كان دويلا مع دراري ما كانت تعرفه لحد شي واحد ولو في الزنقة ما كنش كان خرج حيش هو معايا ما كانش كيبغيني نخرج ببوحدي فاي حاجة ما كانش كيبغيها ما كنش كيبغ خرج مستاج ديالو اول انسان غادي شوفها هي انا شافني تلقى معايا ووصل المدة ديالستاج ما كانش عنده الحق انه يتواصل مع عائلته من غير اوقات محددة فهو كانت يدير المستحيل باش انه يجيب خباري وهد الاوقات يعطوهم لي انا وش كي يديرو غير معايا وماشي مع دارهم انا خديت الشي بعي الاعتبار قلت سبحان الله ربي رضقني بانسان بحال هذا الحمد لله شكره لله ما كنش بغى على فلوس ولا والو تفكر غير نكمل معايا انسان تيبغيني مجهود نيتو جا مستاج تلقيت انا وياه فرحنا ونشتنا واخيرا غادي دوي معدارهم باش انهم يجيوا ويخطبوني رسميا من بعد يومين جا عنديتي يقولي يا الوسرا اراها صافي ما بقيش قادر انا نصبر رانيت تعصبت بزاف وهاش مقاتل يا ماما قاتل يشوف ديك بنت الناس ما غاديش تكون ليك وما غاديش كلها وحبس من هادشي ورسالينا انا وياه صراحة ما حبسناش وما قلناش لله صافي غادي نساليو حيش هادشي اللي بغت ممو بقينا مع بعضياتنا وجا الوقت فاش خاصو انه يعاود يرجع الاصطاج نمشى وبقينا على تواصل خروج عاو تاني وانا فرحانة وهو غادي يحاول انه يدوي مع امو ونشوفو شمو هو الحل وهمتي يقولوا ليه غير الله احنا ما استسلمناش وبقينا كانيرو مستحيل على قبل بعضياتنا ولكن ربما للقدر رأيه واحد اخر مشا عند دارهم ودار في الموضوع وحكروا قاتلهم مو قطعا لا يعني لا نقاش اوه مباشرة قال ليه ما غا نبقاش نضيع ليك في حياتك كملي حياتك كيف ما بغيتي ومشاف حالو بقيت ممو راهات 8 شهور نقاطعات له درما بيناتنا وما حاولتش انا يندوي معاه من بعد صالحنا وعاودنا دوينا وتييقول ليه را ما خليت مادرت غير باش ننساكا يوسرا ولكن ما قدرش نزيد خطوة من بعدك للقدام وكان حسب رصيب اللي انا نمهرس شفت فيه وتنهدت وكت ليه حتى انا نفس الحاجة عاود رجعنا مع بضياتنا لمدة 3 شهور غادي وقع مشكل صغير وغادي يقول ياسير يشوفي ولد الناس وحد اخر حياتش انا ما نصلحش ليك وماما ما بغاش وهي اللي عندي في هذا الدنيا ما نقدرش نخسر ما بيناتكم عام وطلت شهور تفرقنا في هذه المدة ما خليت مادرت باش انا نقدر نتعرف ونحل قلبي لشخص وحد اخر ولكن ككل مرة كنت عاجزة ما قدراش حتاش الجهد باش كنت كان بغي ياسين كان كبير وحتى الاحساس من جهته كان صعيب انا لنحسوه مع شي حدوه اخر لان هو كان متحملني وانا كنت متحمله انا بقيت كيف انا ما عنديش علاقات وهو ما عندي عليه حتى شي خبار ما كان سول عليه حتى شي حدرت نقطة وما بقيتش مع مرة بحياتي ولكن بقيت مخبية تصورنا وقاعد تفاصيل دياله عندي من بعدي صلى الله وخرجوا لي ورقاتي باش انا نمشي لأوروبا وجيت لها باش مبدا حياتي من الصفر اهلا ثلاث حياتي مع ذاك الشخص رسميا معا ياسين من بعجل شخص تاني طلبني لزواج وشخص ثالث ورفضت قال يا اخويا خاصك يوصر تفكري في حياتك باش انك يتقدر امور ديالك واحتر ورقات ديالك انا كنت رفضة تماما وتنقول مستحيل نلقى انسان وحد اخر انني قدر نبغيه ونفتح ليه قلبي غدا يقبل باش انه يجي الشخص تاني اللي يخطبني در نجليسة شرعية وصدق الله يعمرها دار بغير الحلال من تذين اخدمت زوينة واخر الجمال دياله على قد الحال المهم ما فيما يتعاب فهد الوقتين كنت كان طلب الله انه ينزع من قلبي لحب ديال ياسين وكن طلب يا ربي انه تثبت قلبي على دينك وحيي دي حب ياسين من قلبي وخليني يكون مستعد لها الشخص اللي يجا خصوصا من بعد واحد الليلة اللي كنت صهرتها ودرت فيها قيام الليل كنت طلب فيها مولانا من اعباق قلبي انه يقف معايا وصافي انا اللي نبدأ حياة جديدة ونكمل فيها من بعد لغد ليه غادي يوقع واحد الامر اللي كان غريب وعجيب ياسين غادي يموت له بباه وغادي يجيني خبار من عند صديق دياله قل لي يا راه ياسين ما تله بباه سيري عزيه لانه ما عنده حتى شي حد ومو بباه كانوا مفارقين والامور شوية مكربة بسباب ديك الاخت دياله اللي خسرت العلاقة لكل شي واللي هي في الاصل غير مكبرة هامو اعزيت وفعلا وقلت صافي غادي ندير معا غير السواب ونصد عليه غادي ندخلو في الهضرة وغادي نجبدو واحد الجرح اللي كان قديم غادي نكتشف انه السيد مرض بزاف مورايا والتعداب ومش هو خطبوليه زوج ديال المرات ولكن ما قبل حتى شي وحدة قل لي انا وفكرتش حال من المرة ان الانساني حياتي حتش ما بقيتش قادر نعيش معهم وما غاديش نسمح لهم لا دنيا ولا اخرا لانهم فرقوني عليك وما بغاوكش ليا وتعدبت بزاف حياتي بسبابهم انا اليوم في عمر 28 سنة حايرة ما بين زوج ديال الحويش بين هو اللي بعيد وصعيب انا نكون معاه وصعيب نرجع للمغرب نتوج به وما غاديش يسمح لياه الوقت اصلا انا نتوج به انا ومو عائلته ما بغينيش ودرنا باش انني نقول لهم انني نرجع من واحد البلاد اللي في نظرهم زيانة ليا باش نجي نتوج شخص وحد اخر اكيد غادي يكون امر لا هو صعيب عليهم ولا صعيب عليها وما بين هاد الشخص تاني اللي مسلا ما دخل حياتي رسميا وبقين غير هاضرين هو كشخص اللي عمرها دار حتى المرتي ما بغاش ياخدها حتى تقولي الامور شرعية ولا رسمية انا ما عارفاش راسي معا من حتى راسي واش نكمل معاه الشخص اللي في اوروبا اللي عمرها دار واخلاق وعاجبني وعاجبني صراحة ولكن ما عارفاش وش هاد نقدر نبغيه بحال ياسين من الموسقبل انا بقى تنظر معا ياسين لانه حايرة ما عارفش الجهة اللي انتاجه لها صراحة ولكن حتى حاجة ما ضمناني معا ياسين وهو مرتبط بمو وما يمكنش انا الفرقع لها وعلاقتي بها ما زياناش ما زال الامور ما تضحش ليه من حكايتي بغيتكم عافكم ترشدوني يعني اليوم انا تالفة ما بينش كون نختار واش نتبع قلبي اللي كل شي ضده او لانتبع عقلي وقلبي غيجي مستقبلا هاد هي حكايتي دا بعض ان نقول لكم سلام سلام شاء الله تكونوا بيخروا على خير واموركم هانية واحوالكم طيبة كيف ديري معا هذه السهودات انا صراحة عيشة بلا كليم ما يمكنش ادي 48 ساعة تفضيت والله العظيم الى اليومة قريك انبغان معاكم بالزز ديال بالزز لانه صراحة جد عيانة ممكن مكتبانش فييا لانه شفية ديال الماكياج كيقدر يغير لك الحال ديالك ولكن تنقول لكم مرحبا بكم مع المؤنسة ديركم كانتمنى انكم تكونوا بيخير وعلى خير اموركم هانية وكانتمنى ان هذه الحكاية نالت اعجابكم وقدرتوا تتسابدوا منها مكراتكمش انكم ترشدوا فيها صاحبة الحكاية هي يسرة وتقولوا لها شو نتطير حيشنا انا هنا غدي نخليكم متومة اللي غدي يجوبوا في التعليق حيش فاش قلت لها ما تغامريش معايا سين قلت ليا واش غدي نقدر نكون مزيانة مع الشخص الاخر انا غدي نخليكم انكم تشوبوا تقولوا لها شو نو كين هاد السؤال اللي سولتني خصد صورو في انا اللي عشت معايا سين متلا واش كانت غدي نعيش معا حياتي مزيانة فضمتم في رعاية الله وحد انتخوا ان شاء الله بعد غضة وسلام سلام